اكد سعادة السيد سامة بن احمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية همية الاطلاع على التجارب الرائدة في المجالات التنموية والاجتماعية والاستفادة منها بما يسهم في رفع مستوى كفاءة الانتاجية والارتقاء بجودة مخرجات العمل في هذه المجالات الحيوية وبما يتوافق مع رؤية حكومة مملكة البحرين في دعم مختلف مسارات المسيرة التنموية جاء ذلك في ختام جدول اعمال زيارة الوزير العصفور الى العاصبة السعودية الرياض حيث التقى بالدكتور احمد بن عبدالجبار اليماني الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الاعمال لاستعراض رؤية الشركة للتحول الاقتصادي والاجتماعي عبر ايجاد حلول شاملة للخدمات الحكومية وخلق بيئة محفزة لاطلاق المواهب البشرية كما وبحث الجانبان الفرص والخطط التدريبية التي تسهم في دفع سوق العمل بمختلف المجالات وكذلك استراتيجية الشركة لإيجاد بوابات رقمية لتوحيد سير العمل فضلا عن ابرز مبادرات التنمية الاجتماعية التي نفذتها الشركة في مجال تمكين ذوي الاعاقة للحصول على فرص عمل مناسبة اشتركوا في القناة